حشرات تحمل بكتيريا سامة تغزو الدول العربية والأرض تسعق بنيزك ضخم شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف على قناة توقعات الأيام برحب حضراتكم معينا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات والنهاردة معينا مجموعة متنوعة من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وتوقعاتها الخطيرة للدول العربية وأيضا للعالم بفكرك الأول سريعا أنك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وما تنساش أنك تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات أول بأول ليلة عبداللطيف بتتوقع انفجارات قوية بتهز العالم وموقف محرج لرئيس دولة كبرى وحداد يخيم على إحدى الدول العربية بتتوقع أن في حدث مهم هيحصل في مصر وهيهتف الناس في الشوارع المصرية كلنا السيسي وربنا معك بتتوقع أن يحصل تقارب مصري قطري وتقارب مصري إيراني وأيضا يخيم حالة من الحزن والحداد على مصر بسبب غياب أحد الوجوه المصرية الشهيرة من توقعاتها أيضا بتتوقع أن الوجوذ الأمريكي في العراق سيكون على المحك وتحقيق المزيد من الإنجازات العسكرية وتوسيع في السيطرة والحسم والانتشار على كل الأراضي العراقية ويدخل العراق مرحلة لا تشبه المراحل السابقة خصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري بتحذر من اغتيال شخصية عراقية كبيرة مقربة من الكاظمي وبتحذر الكاظمي على المستوى الصحي والأمني وأن العراق حيدخل في مفاوضات مع إسرائيل بتتوقع كمان أن الأمن الكويتي سيحقق إنجاز كبير على الأرض ومن خلال ذلك سيحمل كويت من عمل إرهابي كبير وستبني الكويت مطار ضخم جديد وسيكون مجهز بأحدث الأدوات العالمية وبهندسة مثيرة للإعجاب الكويت ستشهد حملة فساد كبيرة مع اعتقال شخصيات كبيرة بارزة وهناك خلاف على الحكم من توقع أيضا أن جماهير الثورة السلمية هي اللي هترسم المستقبل وستبني لبنان الجديد وأن الحراك الشعبي المتعدد والجريء سيحقق على الأرض ما لم تحققه الحروب والزعمات وستحقق المزيد من الانتصارات والأهداف الوطنية شايف أحداث قوية تطورات متسرعة بتزرع الخوف والقلق في نفوس بعض السياسيين والشخصيات النافذة شبح الانهيار بيخيم على اللبنانيين وده بسبب عقوبات مالية تؤدي لحالة الإفلاس رواتب القطاع العام بتدخل مرحلة الخطر بلوك 9 حيكون عنوانه المبيع قبل التنقيب بعض الدول ستمد لبنان بالأموال مقابل أخذ الغاز والنفط بعد انتهاء عملية التنقيب عدد كبير جدا من النازحين السوريين وغير السوريين يغادرون لبنان ويعودون لسوريا بشكل متسارع مغادرة وهروب أسماء سياسية كبيرة إلى خارج لبنان لبنان يدخل مرحلة التفاوض الجدي لاستخراج الغاز والنفط مفاوضات التوطين ستعود بقوة إلى الواجهة السياسية وستشهد عدة خطات سياسية وشعبية إقرار قانون تشريع الحشيشة في المرحلة القادمة قانون إعطاء الأم الجنسية اللبنانية إلى أولادها سيكون جاهز لإقراره في المراحل المقبلة المزيد من عمليات الانتحار ومحاولات الحرق بسبب الوضع المعيشي حزن وحداد على شخصية بارزة من 8 أذار لبنان يفقد عمالقة من رجالات السياسة والدولة وحداد متكرر على مدار السنة العقوبات المالية ستطال بعض المصارف اللبنانية من جديد مما سيؤدي لانهيار قسم منها وإفلاس قسم آخر المزيد من الشركات تغلق أبوابها بسبب الانهيار وباتت مهددة بصرف الرواتب أزمة المحرقات والطحين والمواد الغذائية والأدوية تعود للوجهة بقوة وتضوق نقوس الخطر واحتجاجات واسعة وثورات جوع يفرضها الواقع المقبل على الشارع اللبناني مما سيجعل بعض العصابات تفرض نفسها على أرزاق الناس عمليات السرقة تزداد في المرحلة المقبلة وفي أكثر من منطقة لبنانية خطرها سيطال المحلات التجارية والمنازل والمستوضعات رجال أعمال لبنانيون في دول الإغتراب يشاركون في عملية إنعاش الاقتصاد اللبناني من خلال دخولهم الحكومة حالات فقر متزايدة وبطالة تجعلنا نسمع من جديد بالخوات في بعض المناطق اللبنانية لبنان يطلب المساعدة والعون من سوريا والأخيرة تلبي وتتأهب للمساعدة كمان ليلة عبداللطيف بتتوقع إن حشود حترفع صور الملك سلمان وولي العهد ويطالبونه بالتطوع في الجيش السعودي للدفاع عن المملكة عندما تدعو الحاجة حزن يلف الخليج على شخصية خليجية بارزة السعودية ودول الخليج يشاركون بعض دول أوروبا في دعم لبنان ماليا من خلال مساعدات والاستثمارات في مشاريع ضخمة عودة العلاقات السورية المصرية إلى طبيعتها نصب تسكاري لرئيس السابق صدام حسين في أحد المحافظات العراقية الثورة في العراق تشهد انتصارات تؤدي لتغيير سياسي كبير غضب الأكراد تتجلى نتائجه على رئيس أردغان وقلب الشارع التركي الأزمة الليبية تشهد تطورات كبيرة ومهمة ودول عربية تدعم الجيش الليبي وانتشار قوات أجنبية على الأراضي الليبية وسيعم الأمن والسلام الشارع الأردني يشتعل من جديد وحالات من الفوضى بسبب الغلاء والوضع المعيشي اكتشافات لمعالم أثرية في المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات وشغب وتظاهرات وأعمال عنف في روسيا خمس دول من قارة إفريقيا لحفة الانهيار المالي والإفلاس الشيخ محمد بن زيد في زيارة مفجأة لإيران والرئيس الإيراني في زيارة مفجأة للإمارات كمان بتتوقع أن الجزائر ستكون على موعد مع موجة مظاهرات واحتجاجات وأعمال عنفة عم الشارع وقوها حدث كبير في فلسطين المحتلة وعدد كبير من المسلمين ومن أغلب الدول يزور القدس والمسجد الأقصى وذلك في المراحل المقبلة كمان بتتوقع انتشار لسفن حربية في مياه بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل خاص من توقعاتها كمان أن عدد من الرؤساء العرب والأجانب حيكونوا في زمة الله في هذا العام أزمة طريقة وحالة من التأهب والغليان تسود منطقة الشرق الأوسط والأنظار تتجه إلى حدث ما بين أمريكا وإيران أما من أخطر توقعات ليلة عبداللطيف فبتتوقع أن حشرات غريبة بتغزوا بعض الدول وتحمل بكتيريا سمة وخطيرة وأن أيضاً هيحصل انفجارات قوية بتهز العالم ونيزك ممكن يضرب الأرض والضحايا تتخطى المئات وتشرد عدد كبير جداً من الناس في نهاية حلقة النهاردة بشكر حضراتكم على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة حنستنى تعليقاتكم وقرأكم ودومتم في حفظ الله ورعايته